أعوذ بالله من الشيطان المجيب وإذ قال الله يا عيسى من مريم أن تقلت للناس اتخذوني وقلت للهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أنخول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيور ما قلت له إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات ونرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير والآن سأعطي الكلمة لأستاذ فؤاد المتوقين رئيس جمعية أصدقاء الحي حزن شكرا بسم الله الرحيم إننا ننضم جمعية أصدقاء الحي الحزنين بشاركة مع أمانة مقاطعة الحي الحزنين وبتنسيق مع جميع الملكيين وعجال الألعاب القوى وعصبات جهة الدار البيضاء التقرار للألعاب القوى ما كان ليصل إلى هذا المستوى الذي يشيد به جميع لو لا مساعدته الشركائنا ومساهمين إلا أن هناك دعم لا يقدر بالترمان يجب أن لا ننساه إنه الدعم الذي تقدمه السلطات المحلية ولا شكرا أن طموحنا كمم الضيبين يظل منفتحا إلى تعزيزه للتظاهر الدولية وجعلها أكثر احترافية لتعزيز مكاسب الرياضة الوطنية كما أنه من أولوياتنا العمل الجمعوي وخاصة أنه متعلق بالمخيم الحضر الذي سفد منه معدد كبير من الأطفال الذي لقي استحسانا لدن أولياء هؤلاء المستفيدين كما أننا لن ننسى الصحة المدرسية بسنظيم قافلة بصحيح البصر لفائدة تنميح عدد من المؤسسات التعليمية على مستوى الصباق الدولي 10 كم فنحن نسجل تواجد عدد عدائين مغاربة متقلقين وعالميين يتمون إلى مختلف العالم كخير نبيل على مكان الذي جعلته من بين الصباقات على الطريق المعترف بها دولياً ولا شك أن هذا سيعز مكان الصباق تقنياً وأنظامياً وقد حرثنا دائماً ومنذ البداية على إسعاء شخصيات وطنية وفنية وعنائية متنميزة ومجال إعلام يبركون دائماً دعوتها بصدر واحد وفي الختام أجل تد تشكبراتي إلى كل فعاليات التي ساهمت وتساهم في كنجاة هذا الأرصى الرياضي الترميل شكراً 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 سيد الحمد المتوكين لرئيس جميع الأصدقاء الحيب الحسني بفعل قد دخلت جميع الأصدقاء الحيب الحسني والمدرسة الوطنية وعلياً للكهرباء والميكانيك وشركائها في تحدي والتحدي لم يكن لسنظيم السباق على الطريق ولكن يجعل هذا السباق تقليداً سنوياً وهو حدث يؤاليخه في جده الأعمال المعيادين المغضاني والدوليين الآن أعطيه الكلمة الرئيس المؤسس ومدير السباق مدير المتصفة العليا الوطنية الكهرباء والميكانيك بسادة ديشام المدرم تنشكر جميع الحاضرين اليوم صحافة الكتوبة ومسماعة مغرية وجميع المستشارين بإستانسور لولاهم كانت السباق من هذا سيسع سنوات وتنشكر كذلك جميع المساهمين من ناحية النامية السلطات كمقاطعة عنها لدخليب حسني وكذلك بسادة الشرطة وجميع المصارع الخارجية لتتساهم على هذا السباق ونحاوله في نبدأ مختصرة على تاريخ تأهد دورات منذ 2010 و22 فبايا وحاولنا ماشينا توصينا في شهر المير ونحاولنا مؤخرا من السنة الماضية شهر فبايا يعني من العادة انتهاء السنة وكذلك الهدف يدنا حاولنا ونقلنا هذه السنة لتسلطة ثلاث مشارك من الأطفال وطلبة وكذلك كهوات ومحترفين الهدف كذلك عند السنة حوالي 15 يعني الجنسية وهذا بفضل لك بعض الأشخاص التي يقومون أن تتبعوا سيطة على السعادة ومتنسنة إناس فرعوا الفظومة لمباشرة التي تقلل تختار ادخل ومتنقل القرارات على الإستغلال لك الباص لا تسلطها حوالي 70 تالف فطلبة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا